الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيدنا محمد أشرف المسلمين وعلى أهل وصحبه أجمعين سيما أما بعد علمو العلم لنا إلا معلمتنا إناك أنت العلم الحكيم هنكمل النهاردة يا شباب وحاضرت الهبنوتك والكريتف وانيكزيوريتك تكلمنا القلت عندي الدراكز التي تستخدم لهذه الحالات هي البربتيوريتز بنزودازبين ونون بنزودازبين اتكلمنا على البربتيوريتز الآن سنتحدث عن البنز و الضياز بينه كنت أقول ان البربتوريتس الغالبية كلها بتاعتها لا تستخدم خالص منه حصل لها وزرورة من السوق أو من المركز مع هذا الذي على قيد الحياة هو الصايوبينتال يستخدم اسجنرال اناسيتك دراج ويستخدم انترافينوس والتدوريشن او اكشن بتاعه يكون حوالي من 20 إلى 30 منت وقلت تطلبنا طبعا عن موضوع عملية عشان كده التى هاو بتاعتهم تكون عالية جدا واتكلمنا على الخلاسفكيشم بتاعتهم حسب ويتكلمنا طبعا التفصيل على المكانيزم اوثن المكانيزم ينطبق على البربتوريتس ينطبق على البنز ودياسبين ينطبق على ان البنز ودياسبين الفرق الوحدة ان الباربتوريتس في بتعمله كومة بتعمله طبعا نتيجة اللي عملية اللي موجودة او اللي موجودة عنده في المضلة سواء كانت او والكلام ده كله في الاخر بتؤدي الى نتيجة ان بيحصل عندي حاجة اسمها ان بتحل محل هي في الحالة ديت نتيجا التركيزة بقى عالي جدا بتطلع الجابة من الكورس اللي هي قاعدة على وشغلها على الجابة ريسوتر الجابة ايه وتحل محل مين وتحل محل الجابة اللي قولنا عليه اللي هو اختصار امنو بيوتيريك اسم نتكلم دلوقتي على البنزو دايزبين بنزو دايزبين طبعا هستخدمه من نفس اللي استخدامت برضو هستخدمهم برضو في عملية جنرال اناسيزية في بعض الدراج بتاعتهم بحسب الكلاسفكيشن بتاعتهم طبعا ضحي بقى عشان اشتغل فطبعا ايه وطبعا دولة هيحلوا محل البرب تيوريتز حتى بعض يكتب ما يجي ايه تكلم اول ما يكلم بتكلم على البنزو دايزبين لاي الاول اما يكلم على مين يتكلم على البرب تيوريتز بس احنا عشان نفهم الموضوع من اول ونفهم الميكانيزم ونفهم بتاعت البرب تيوريتز لازم نقولها في الاول عشان بعد كده نعرف ايه نعرف اهمية البنزو دايزبين وفي الاخر ان شاء الله ممكن نعمل مقارنة زاهرة ما بين البنزو دايزبين والبرب تيوريتز فطبعا نتيجة للسيفت زي ما قلت قبل كده ان هم اخرهم في اللارج دوز اقولت لهم السيرابيوتك انديكس عالي جدا ماشي السيرابيوتك انديكس اللي هو عبارة عن اللي هو الافكتف او الافكتف ايه الافكتف دوز او بقول عليها الال دي ففتي على ال اي دي ففتي اللي سالدوز ففتي على ال اي الافكتف دوز ففتي فطبعا لما يكون بروض او ويت او الدياب كبيرة جدا بيكون حاجة كويسة جدا بحس ان انا لو احد اخدت اثنين تلاتة ما فيش اي مشكلة فالصوية المشكلة ان اغلبية الناس اللي بياخدوا الدراكز دي سواء برب تيوريتز او بنزو دايزبين ممكن ينسى اصلا هو اخد الحباية من قصه يعني ياخد ممكن ياخد القرص المنوم بعد شموية ما يفتخرش هو اخده الا ما اخدش لان في بعض الاحيان اغلبية الحاجات ديت خصوان البنزو دايزبين تليه بقى بيحصل لك عملية نسيان حاجة اسمها امنزيا امنزيا او امنجيا ديت انت ما تفتخرش يعني لو جيت تاني يوم بعد ما تاخد القرص وتسح تاني يوم ما تفتخرش بالليل انت كان في ايه اصلا يعني انت لو عندي سيادتك امتحان مسلا فرمستك الكيميسر وخدت بالليل من الاجهاد وعايزت نعم عشان انت بقى مركز في الامتحان وحاجات كنت اول مرة مذكرها لو خدت قرص مسلا ضايزبين حاجة تنتمي لعائلة البنزو دايزبين ان شاء الله تاني يوم ولا حتفتخر انت كنت قريق اصلا لانه بقى ملك عملية اعملية امنجيا ما تفتخرش اي حاجة خالص حتى الناس اللي بيحققوا معه مثلا في الحاجات اللي هي المخابرات والحاجات ديت بيدوا للناس اللي رزيت قبل ما يحققوا معاه بحيث بعد التحقيق ما يفتخرش من اللي كان بحقق معاه ولا كان شكله ايه حتى لو عزبوه ما يفتخرش هو كان شكله ايه ولا اي حاجة خالص وفي نفس الوقت برضو ما يقدرش يجزب لانه لو مثلا لو كان عامل سيناريو معاد في دماغه مثلا قبل ما يروح للتحقيق انه هو يقوله الحاجات اللي قبل ما يروح بيوم ديت لما ياخد القرص ده مش هيفتخر اصلا هتروح من الزاكرة بتاعته ما يقدرش يجزب هيبقى الكلام بتاعه ايه معروف انه مغلوط يعني او بيجزب عليهم المهم يعني ما علينا فبقول ان البنزو دايزبين نتية ليه البنزو دايزبين نتية للسيفت مرجن بتاعه العالي او بقول لها هاي سيرابيوتيك انديكس فالنازية طبعا هاي سيرابيوتيك انديكس وتاني حاجة طبعا نتيجة ان هم طبعا حيبقوا مورت سيبا عن الباربيتيوريس فبالتالي هيعملوا ريبليسمينت ليه الباربيتيوريت ويحلوا ايه ويحلوا محلة كانيكزيوليتك كسيراتف كهيبنيوتيك وفي بعض الاحيان بيتعضم انت ايه از انت ايه درج مضاد للايه ليه ايه ايه التشنجات طيب زي ما قلت في الاول خالص الناس دولت كلهم سواء هم او الباربيتيوريت بقولتوا عليهم دوز ديبندنت ميزت بقى البنزو دايزبين دولت ان دولت يعملوا عملية انيكزيوليتك يعي يلجوا الانيكزايتي اللي هو التوتر او يعملوا عملية ويعملوا عملية هيبنوزيس ماشي وممكن يعملوا انا سيتك درد حسب الدوز قلتوا كل ما بعل الدوز كل ما بنتقل من مرحلة لمرحلة ايه لمرحلة اخرى هنا عندي في نحلة البنزو دايزبين طبعا لا عنده كومة حتى في اللرج دوز ولا عندي ايه شباب ولا عندي اللي هو الايه ولا هتقد في الاخر الى الايه الى الدث يعني معنى ذلك وفي نفس الوقت كمان البنزو دايزبين لها انتدوت يعني اللي اخدت جرعة عالية ليه اها انتدوت الباربيتيوريتس مالهاش انتدوت فده طبعا ميزة برضو وضاف ليه البنزو دايزبين طيب زي ما قلت طبعا كله بيعتمد كلهم زي ما قلت عندي بعملية زي ما قلت في اول خالص في عندي حاجة اسمها اللوستيريك اللوستيريك موديوليشن يعني ايه يعني الناس ده هي بتعمل بتاعت الجامة امنة وبيوتوريك اسل اللي قلت لك اللي هو الجامة اللي هو الراجل ده عبارة عن نيورو ترانسمتر من الاهم نيورو ترانسمتر اللي ربنا خلقها في اسم نقول ريسيبتور طبعا بتاعته اللي هو شغال عليه ماشي يا شباب ده بيعمل لها عملية كأنه بالضبط بيعمل لها عملية بيزاود بيزاود بتاعت مين بتاعت الجابة عن طريق ان هو بيعمل لها عملية لان دول كلهم موجودين على ريسيبتور واحد قلت ريسيبتور عبارة عن خمسة اتنين ايه واثنين بيه وواحدة اللي هي الايه وواحدة الجامعة وحنرجع برضو نعيد على الايه نعيد على الميكانزم مرة اخرى عشان خاطر الحباية زي ما قلت عندي من الشكل اللي موجوده ده ما عندي ده الراجل ده عبارة عن اسمه ضيازيبان الراجل ده اسمه عندي اترايا زولان الفرق ما بين الاتنين لو جيت ابص للشكل ده من الاول كده ما اقول كلمة بنزو ضيازيبين زي ما قلت في الجزء الاول من المحاطرة بنزو ضيازيبين يبقى فيه عندي ادع حلقة بنزين بنزو يبقى ده تے اساسية لازم موجودة عندي ده استنشال فور اكتفتي هي حلقة البنزين دي مش موجودة انا عحلقت الموضوع عشان ما نطولش في الفيديو ده يبقى لازم حلقة البنزين ده موجودة عنده مش موجودة بما فيش ايه يبقى ما يكو اكتيفيتي نائية لاني مش يابقى عندي بنزو ضيازيبين وال简 قلت عندي ضيازيвин داي يعني عندي اتنين 어떻 اذا? قلت كيفلك فالة يعني ايه؟ يعني نايتوش عند اتنين نايتوش. تمام. وقلت اب دي معنى ايه؟ اب دي معنى او ابن ديت معنى ان انا عند سيفن منبرد دينج يعني الحلقة اللي عند ديت اللي هي ضيازيبين ديت حلقة سباعية. نعد مع بعض. ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام. كده اسمه بنزو ضيازي بين. طيب. الناس ديت ما نيجي نعمل لها عملية عملية الناس ديت ما نيجي نعمل لهم عملية يا شب هنعدوهم ازاي? هيبقى عندي الراجل ده. شغل اخونا الالم. بنا عندي هنا رقم واحد لاني دي رقم واحد. لحدي رؤاتهم على طول بتاخد رقم واحدية تاخد رقم كربون دي رقم اتنين. عندي هنا تلاتة. الكربون دي رقم اي شباب رقم اربعة. الكربون دي رقم خمسة. كربون دي رقم ستة. الكربون دي رقم سبعة. الكربون دي رقم تمانية. والبوزيجن ده في الاخر رقم كام? رقم تسعة. يبقى عندي مبدأ بالهيتيرو اتوم والنيترجين. وطبعا بمشي في الاتجاه بحيس ان الهيتيرو اتوم الاخرى تاخد الرقم بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. والروز اللي احنا كنا قلناها فيه الهيتيروسايكل لما كنا بنقول انه ممكن لتش عدنش عفاجي شهرين في الوزس ده الوزشان الهين ده ولا ده ده ما تخشوش فين ما بدخلوش عندي في عملية النمبر. طيب ما يبقى ان قلت عندي لازم عندي الاول عندي حلقة مين حلقة البنزين يبقى دي اسنشال فور الاكتفتي. طيب عندي اتنين نايترشن. لازم اما عندي نايترشن اللي في الوزشان رقم واحدية ممكن تكون هنا عندي هيدروجين. ممكن تكون الهايدروجينية حصلها ديسبلسمنت بي القيل جوب. او حصل عملية حصل لها ديسبلسمنت بكاربون زي هنا كان حصل لها كاربون بس دخلنا هنا عندي الديازبين رنج دي دخلت في فيوجن مع رنج اخرى. دخلت في مع رنج اخرى زي مثلا الترازولام اللي موجود عندي ده. الترازولام اللي موجود ايه? اللي موجود عندي. يبقى ده بقول عليه فيوزد بنزو ديازبين. ان البنزو ديازبين اللي هي هذه الرنج هذي حصل لها فيوجن مع رنج اخرى اللي هي دي شباب بقول عليها ترايا زولو. يبقى دي رنج ودية كده الوحدة. يبقى ديت بقول عليها ديت تبقى عليها الترايازول رنج. الترايازول ايه رنج? وجزء ده وان وهذه El Carbon دولت المشتركين بين الاتنين.第二 هازيه القربون موجودة عند هنا في هذا الشكل وموجودين عندي في هذا الشكل ادى عندي يبقى معنى ذلك ان الان هذي والقربون الان في ال واحد والكربون في البيض لازم يكونوا موجودين عندي. لازم يكون موجودين ايه? موجودين عندي. طب لما يكون موجودة على هيئة سي ضبل بوند او. عند هنا على هيئة كربونايل. هنا بقت موجودة عندي على هيئة سي ضبل بوند ان. موجودة على هيئة ايه شباب? سي ضبل بوند ان. تفرق. طب انا عندي هنا دلوقتي سي ضبل بوند او. عند هنا سي ضبط بقت هنا سي ضبل بوند ان. ولا حاجة. انا عندي هنا سي ضبل بوند او الاو ديت على هالون بير من الالكترو. مع الريسيبتور هتعمل ايه يا شباب? هتعمل له هيدروجين بوندنج. ده بحيب انا هو ايه? هيدروجين بوندنج ايه? اكسيبتور. لان هو ده اللي هستقبل الهايدروجين اللي جاي لمنين? اللي جاي لمن الامينو اسد اللي هيتحد معه زي الهستادين امينو اسد اللي موجود عندي فيه الريسيبتور بتاعة الجابة الريسيبتور اللي بقول عليها الجابة ايه? طيب. عندي هنا ده بقى انا عندي هنا ما فرقتش لئه أماك العنام فعلا عندنا الرجلين على المصل، فهذا حديث ي سوف تصبح عما الحسك French ماشي يا الماشي، يبقى هذا تع jets ع قنص فقط نوع من الرجل Press عندنا الرجل إ bites السابق هو الصحي長 أيضاً، ، ستصبح هيدورجين باللتعام ciًا Он مرتباه العول أيضا، يسببوا أن تصبح هادل الرجلisé hire تصبح هادل النوع من الرجل ثم تعالج هادل النوع هادل الرجل دية الناس كلها عارفة. البنزو وحلقة البنزين دية تعمل ايه? انه نعمل انواع الانتر اكشن. هتعمل لي فاندرفالز انتر اكشن. تعمل لي او بنقول عليه او بقول عليه باي باي استاكنج انتر اكشن. هي هيها بالظبت. تساوي انتر اكشن تساوي فاندر بالز انتر اكشن. يقول عليها باي باي ستاكن يبقى عندي اي امينو اسد فيه الريسبتور اللي موجود عندي يحتوي على حلقة بنزين زي الفنايل الانين او زي الطيروزين معها حلقة بنزين هيعمل لباي باي ستاكن جابقول عليها هيدروفوبك انتر اكشن او بقول عليها ايه يا شباب قول عليها باندر بادز انتر اكشن طيب يبقى كده حلقة البنزين وقلنا دولها الضروريين للاكتب طيب نيجي بعد كده اجي بعد كده عندي عشان نخلق يعني باجب له كله مجمع كل كل كلام دي حتى مشروح بعد كده عندي هنا البيضيشن رقم اربعة وخمسة في عندي هزيه الطابل بوند في عندي هل الانسا تيوريشن دي امبورتنط ولا اكتيفتي ابدا ملهاش اي رول يعني لو لو شلت عندي الانسا تيوريشن اللي موجود عندي ده مفيش اي مشكلة الاكتيفتي هتظل زي ما هي بالعكس ممكن تزيد الايه ممكن تزيد الاكتيفتي بتاعت المركب اللي موجودة عندي. طيب. رقم خمسة ده موجود فيه حلقة بنزين. حلقة بنزين ديت موجودة تزود للايه? هتبقى مع الريسيبتور. طبعا هتعمل لي انتر اكشن. ايه? انتر اكشن. زي ايه? زي حلقة البنزين اللي هنا. ده بفرضا مش موجودة. ما يكو اي مشكلة. ما دام عند البنزو موجود خلاص الاكتفتة هتكون موجودة. لما كن مش موجودة حلقة البنزين التانية ديت. لو قلت ديت حلقة البنزين رقم ايه? وديت رقم الحلقة الضيازبين دي رقم بي. واللي تحت ديت رقم سي. لو سي دي مش موجودة ما يكو اي مشكلة عندي. ما يكو اي مشكلة عندي. انما موجودها طبعا هيزود الانتر اكشن على الريسيبتور. هيعمل لي برضو باي باي الساكن. جاب يقول عليه هايدروفوبك انتر اكشن. هو يعمل لي فاندر فالز انتر اكشن. طيب. نيجي بعد كده. اجي بص عندي لو جيت ابص عندي البوزيشن اللي هنا ده. في عندي هنا كلورو. البوزيشن ده في ايه? من اللي اكبر في السالبية الكهربية? او ولا الكربون? طبعا الكولورو. الكولورو اكبر من الكربون. يبقى دي بقول عليها. الهيلي الكترونيكا تفقاتهم. دي موجودة عندي في الشكل ده في البرزيشن راكم كام? راكم سبعة. موجودة. يبقى عندي يبقى لازم يكون عندي البرزيشن راكم سبعة. في حالة العادي. البرزيشن العادي. اللي زي قدامي ده يا شباب في بعض الاحام بيجسما بقول عليه كلاس ايه. كلاس ايه. اللي هو الكلاسيك العادي ده. او كلاس وان مسلا. او بقول عليه كلاس ايه. ده بقول عليه كلاس دو او كلاس بي. بي ده اللي هو ايه? اللي هو جزء اللي عندي ده الان مع الناتو مع القربون اللي هنا ديت موجودة في فيوز درينك. اه زي التريازولو اللي موجودة عندي. يبقى ده بقول عليه كلاس بي. يبقى ده كلاس ايه اللي هو العادي. اللي هو الانصب اللي هو ده اللي ما حصل فيه عملية النما اللي حصل فيه عملية اللي موجود فيه او اي هتيرو موجود عندي يبقى ده بقول عليه ممكن اقول عليه حاجة اسمها عشان اميز اللي اتنين عن بعد يبقى العادي ده اقول عليه ايه ده اقول عليه طيب تمام نجي بعد كده لو جيت عندي للبوزيشن رقم تلاتة هذا البوزيشن رقم تلاتة ده لو عندي ده بالمنظر ده يا شباب ديت عندي بقول عليها الكاربون ديت اللي بعدها دي بقول عليها ممكن اقول عليها الفا كاربون اللي عندي ديت ممكن يعصل له عليها عملية موجودة في ال BUG ديت يعني هذي الكاربون ملتصله باثنين هيدرو يصل لها عملية اوكسيديشن. هصال لها عملية اوكسيديشن بالفرست باس ميتابولزم. بي الفريست بي الفيز وان ميتابولزم هحصل لها عملية اوكسيديشن تحول الى او اتش. تتحول الى يا شباب الى او اتش. علشان تبقى وبعد كده يحصل عملها بالفيز تو مع عملية مع الجولوكيورونيك اسد او اي حاجة من انواع ايه الفيز تو ميتابوليزم عشان تبقى هايلي بولر تبقى حصلها عملية في اليورين. طيب عندي نفس هنا كلام اترايز ولام ده نفس الكلام بالزبط. عندي الكاربونضية بالميتابوليزم تتحول الى او اتش. ال او اتش بعد كده يحصلها عملية فيرزر يبقى تخش على فيز وان بعد كده تخش له على فيز تو يحصلها عملية ماشي يا شباب. وبعد كده يحصلها عملية في اليورين. ده باني لو عاني فرضا عندي رقم تلاتة سواء كان في ده او اللي موجود عندي ده. قلت عند الان هنا عبارة عن اتش متصلة ب اتش او سي اتش سري المهم ما عندش هنا اخر. ما فيش هنا موجودة. نعمل عندي هنا في رنج موجودة اهي ترايا زولو ترايا يعني تلاتة وقازة يعني نيترشن. عندي تلاتة نيترشن. وقول يعني عندي هذه الرنج خماسية. ايه? 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 يعني رنج خماسية الايه? خماسية الاضلاء. عشان كده بقول عليه كلاس بي. طيب الراجل ده. لو البوزشن ده برضو نفس الكلام زي البوزشن اللي هنا ده. برضو فيش في اي سبوزشن يعني هنا الكاربون دي اس بي سري يعني متصلة باتنين هيدروجين برضو احصلها اول حاجة. فيزوان ميتابوليزم. اللي احنا كنا بنقول عليه ايه? ما يحصل فيها عملية اوكسيديشن. يحصل فيها عملية ريداكشن. يحصل فيها عملية ايدروليزيز اللي شرحناه بالتفصيل المويل. ماشي يا شباب? وبعد كده الو اتش دي ده ده خلانا عشان المركب يكون يبقى فيه نوع من انواع البولاريتي العالية او اتش. بعد كده الو اتش ديت. بفعلها مع جولوكورونيكاسد. مسلا الاتش بتخرج. ويتحل محلها الجولوكوروني الميتي وبعد كده هتكون هايلي بولر او هايلي بعد كده هحصل لها عملية فيه عن طريقة انه هحصل لها ايه ايه انا هتمر بفيز وان وفيز تو اكيد اللي هتمر بفيز وان وفيز تو ديت هتبقى بتاعها اطول لانها دخلت فيه انما لوان عندي بنزو دايز بين رقم تلاتة ده موجود فيه المركب بتاع اصلا موجود فيه او اتش يبقى اكيد هاتوكّع انه هو اصلا الفيز وان مش هخش فيه الل Tory اصلا موجودة في الدركل يبقى بتتالى هيقيدها عملية جلوكو رونوديشن فقط فبالتالي مفيش عندي فيز وان هيخش على فيز توه على طول فبالتالي اكيد هيكون دوريشن او اكشن بتاعه هيكون ايه؟ هيكون اقل هيكون اقل يعن야 يجيبلك حاجه زي الديز باهم ده اقولك الديوريشن او اكشن بتاعه طويل ليه؟ هتقولي لشان ده موجود ده عند البوزيشن رقم تلاتة تتكلمنا في عملية الهي تتكلمني في عملية الميتابوليزم وطبعا ده قبل ما يخشيلي في عملية الميتابوليزم برضو نفس الكلام لو تتكلم برضو على الميتابوليزم سواء في البرزيشن رقم 3 أو البرزيشن رقم 1 رقم 1 ده في ميسايل جروب الميسايل جروب نفس الكلام زي الـ CH2 اللي هنا في البرزيشن رقم 3 ده ميسايل جروب حد تتحولي لإيه تتحولي لـ CH2OH والـ CH2OH بيحصل لها further oxidation إلى carboxylic acid ماشي يا شباب نفس N después الكلام اللي قبلها نفس الكلام عندي هنا برضو عصية اللي طالعة لي ده ديت عبارة عن عصية جروب ديت عبارة عن ميسايل برضو يحصل لها ماشي وبعد كده يحصل لها conservat اللي موجودة هنا أو اللي موجودة هنا طيب يبقى احنا قدنا دلوقت الحلقة بنزين هيدروفوبك انتراكشن فاندرفال انتراكشن باي باي ستاكينج طيب بعد كده الديازيبين رينج اللي هي الحلقة السباعية اللي هي سبين ممبرد رينج عند هنا النايتورجي موجودين في ال deb child ورقم واحد موجود في ال بوزيشن رقم اكام رقم اربعة البربيدري كان عند اتنين نيتورجي مسكان واحد موجود في واحد والتانية في ثلاثة لانه كان عبارة عن بايرميدين دريفاتت بايرميدين ايه دريفاتت بقول عليه واحد وثلاثة طيب ما علينا. يبقى انا عند الراجل ده. قلت لك عندي لازم عندي نايتوش. ولازم عندي هنا كاربون. كوند كاربون هنا متصلة زي السي ده بالبندق اللي هو في كلاس وان اللي ما فيش عندي هنا عملية في الجزء ده. الجزء ده ما فيش فيه سايكلايزيشن. انما عند الجزء ده فيه عملية عشان كده بقول عليه كلاس بي. يعني ده بقول عليه بنزو ديازبين في يوز دمعة تريازول رينج ده مش في يوز دمعة اي حاجة بنزو ديازبين وفقة. طيب قلت لك الرينج اللي عندي التالتة ده الرينج سي. لو قلت ال بنزو ده ايه بي اللي هي بastes ودية سي ديا اتقلت لك وجودها يزود الاكتفتي لين حيزود عدد الانتر aparection مع الرسبتور يعمل لعملية ال ايه. او هيدروفوبك انتر اكشن. انما لو مش موجودة مش هتقلبت مش هتضيع ال ايه. الاكتفتي بتاعت البنزو دايزبين ايه الموجودة عندي. اتكلمت قلت لك الم circum professor بقت بين اتنين. الضبل بوند ديت لو بقت بين تلاتة واربعة برضو نفس الايه نفس الكلام. اهم حاجة عنده موجودة عندي في رقم سبعة ده. ديت علشان بقول عليها هيلي الكترونيجاتف ايه? هيلي الكترونيجاتف اتم. يعني هتسحب الالكترونات لازم موجودة. كل البنزو دايزبين هتلاقي عندك في هالوجين موجودة فيها على حالها رقم ايه ديت اللي هي البنزو اللي موجودة عنك. ما تبص في اي سرقشر هنجيبه هتلاقي فيه. عندي هالوجين موجودة على سواء كولورو سواء بروم وسواء اي مجموعة الكترونيجاتف. الكترونيجاتف يعني هايلي الكترونيجاتف عن مين? عن الكاربون بتاع حالقة البنزين اللي عامل معها الايه? اللي عامل معها الاصر. طيب ماشي. نيجي تاني ليه الميكانيزم. الميكانيزم ادى الجاما امن وبيوتوريك اسد زي ما قلت لسيادتك كده. عندي خمسة ساب يونيت اللي هو الريسبتور اللي موجود عندي. قلت في عند جابة اي الرسبتور فيه جابة ايه? وجابة بي. جابة ايه ده شغال على عملية الانكزيزيوليتيك وسيداتف وهبنوتك والكلام ده كله وبرضو انتو كونفولسنط. انما في عند حاجة اسمها جابة بيه الجابة دي ده هو تبخش عليه في السنتر المصر الراكسانت ايجنط سنتر المصر الراكسانت ايجنط. سنتر المصر الراكسانت ايجنط. وممكن نخد ده ان شاء الحاجات المهمة فقط. الجابة ايه ده? اللي هو الريسيبتور ده? ده بيكون مخصوص لعملات الاسنتر المسل ريلاكسنت. ايه جنته موجودة عندي فيه موجودة عندي فيه طايم. قلت زي ما قلت قبل كده ان انا عندي كل واحد منهم مخصوص البنزو دياسيبين لهو مكان الفلومنازيل اللي هو بتاعة البنزو دياسيبين لها مكان. الزولب ديم ده اللي هو عبارة عن زي درجة بقول عليه آآ بنزو دياسيبين درج. ماشي يا شباب. برضو لما كان لها مكان. بيعادته خالص عن مين يا شباب? عن الاكشن او بتاع مين? بتاع اللي هو الجابة امن بيوتوريك اسد اللي هو المفزيشن اللي موجود قدامي ده. او الصيت هزا. وكلك الراجل ده بيعمله حاجة اسمها او بيعمله لفاسيليتيشن لي الاكشن بتاع الجابة امن بيوتوريك اسد على الرسيبتور بتاعه. يعني بيعملولي بيحسنوا الاداء بتاعه الراجل ده بحيس علشان خاطر يدخل اللي الكولورات يحصل لها عملية كوندكشن انتراسيلور. فبالتالي يعمل لي عملية هايبر كولورايزيشن وبالتالي يقلل لي الاكزيتاتوري نيورو ترانسيميتر اللي موجودة داخل الخلية والخلية ما حصلش لها عملية اكزيتشن فبالتالي سيادتك تقدر تنام وسيادتك تقدر تبقى قالم كده وجميل وفي نفس الوقت سيادتك ممكن برضو يحصل لك جنرال اناسيزيا ولو زودنا لك الدوز شوية سيادتك تخش في قومة ولو سيادتك زودنا لك الدوز خالص نقرأ عليك الفاتحة ونقول لك ايه ودعه يا لمبي ماشي يا شباب ولمبي هي حيودع ايه يودع اخوه طيب يبقى كل ده يبقى ده زي ما قلت في الاول خلص المحاضرة الجزء الاولان ديت عبارة عن ايه يا شباب عبارة عن ليجند ايونيت شانل او ليجند جيت ايونيت شانل قلت لك ده بيحسنوا الراجل ده بيساعدوا الراجل ده الفريكونس بتاعت السي اي اللي يخش جوه الخلية تكون كبيرة يعني الراجل ده لو كان بيخش زي ما قلت لك بنسبة خمسة في المية نتيجة النقص في الجابة او الاكتفت بتاعتها على الصيد بتاعها ده هنا لما عملت الوستيريك ميديوليشن وقلت لك كلمة الوستيريك يعني واحد موجود في مكان وبيتزبط واحد في مكان اخر زي ما شرحنا فيه اللي ايه الدراك ديزين وشرحنا برضو فيه اللي هو اللي ايه فيه الجزء الاولاني بتاع المسكرينيك والادرينيرجيك الله يرحم ماشي يا شباب يبقى ده عمل الوستيريك ميديوليشن سهل تدخل بتاع مين يا شباب او بتاعت الكولورايد من الاكترا سيرو ان هو يخش لي انترا سيرو داخل الخلية وبالتالي يقلل لعملية وبالتالي نتيجة هو بيحمل لها هاي فان يورو ترانسيميتر بتعمل لعملية داخل الخلية وتزود لي مش هيحصل الكلام ده خالص فبالتالي سيادتك تحس بعملية الايه عملية وعملية القلب من جول ايه الحاجات اللي احنا عزينه بحصل لك عملية سليب ابنوزيس وتخش في النوم بتبقى زي زي الفول بتعمل عملية اللي احنا عارفين ان الجابا امن وبيتوريك اسد ده عبارة عن نيورو ترانسيميتر مهم جدا في الجسم اللي ربنا خلقو وهو عبارة عن ان هيبيتوري ايه ان هيبيتوري نيورو ترانسيميتر الميكانيزمي في اكشن دي اعادله النقطة اللي عايز اقولها عليها هنا عندي زي ما قلت عندي في الفا وان والفا تو وبيتا وان وبيتا تو في يعني في عندي صاب يونت فكل واحد من دولك مسؤول عن حاجة معينة مسؤول عن حاجة ايه عن حاجة معينة يعني مسلا لما بقول عندي ان الراجل ده لما بيعمل بينج على الالفا تو اللي مبهودة عندي على الالفا تو دي بتديني انكزيوليتك اند مايو ريلاكسانت ايه بورو بارتس يبقى ده الانكزيوليتك افكت ما هوش راجع مثلا الالفا وان تراجع لمين يا شباب راجع ان هو بيعمل لي اتتش مينت مع مين مع الالفا تو الحاجات اللي سبسيفك لي الالفا تو ماشي يا شباب بتبقى نون سيداتف بتعملش عملية سيديشة يعني ما قولك اللي بيتصل بالالفا تو بيعمل بيبقى انكزيوليتك ماشي يا شباب وبيبقى ايه يا شباب ومايو ريلاكسانت طب الناس اللي بيبقى دي بتحاج مع الالفا وان هي ديت اللي بتديني سيداتف وهيبنوتك ايه وهيبنوتك افكت يعني الراجل ده داخل على الملوك اللي بيتصل بتاع الخلية كل زي ما قلت كده كل زي ما قلت عند الفا وان والفا تو والالفا وان في مينة ايه وبي وسي يعني كل حاجة ايه مخصوصة يعني ما مش كل الانكزيوليتك ايه او الميرولاكسانت افكت او ال结رب او الципال ايه كل ده راجع على ايه على على نوع واحد من الرسبتور لا ده كل واحد ايه اصبا كeganonte ايك اتيش لحاجة لحاجة معانا لكل حسب الصب يونت اللي موجودة عندي يعني الالفا تو مسؤولة عن الانكزيوليتك افكت والميرولاكسانت افكت الالفا وان مسؤولة عن سيراتف والهبنوتك ايه والهبنوتك افكت وعلى حلاء Wijمجر سيستخدم السيراتف يمكن تنظيف السيراتف على alpha one a ومن ثم الاتنين مختلفين عن بعض بعض الاثنين مختلفين عن بعض يعني برضو كلمة سيراتف او يعني كل واحد سيراتف ابنيتك مش لازم الاثنين يعني ممكن يبقى ضراج سيراتف ومعملش هيبنوزيس ممكن يبقى ابنوتج يدخلك في النوع وعل طول ما تشالك عملية سيداشن. ماشي يا شباب. يبقى نتيجة لل إيه نوى ممكن يشتغل على الموكولر إيه. طيب يونة اللي موجودة عندي اللي هي نوع من انواع الرسيتور اللي موجودة عند بتاعة الجابة إيه رسيتور. يعني أنا عند الف وأن ممكن يبقى فيه من ها الفة إيه و الفة بي. الفة إيه هي اللي تعمل لعملية السيداشن. و الفا بي لما عملها. لما حصل لها. قداش منت مع الدرجة كانت ده اللي يحصل له عملية الايه? يعمل له عملية الهيبنوزيس. فبرضه الى حد ما يعني مش كل حاجة تبقى سيراتف لازم يكون ايه? هيبنوتيك. ديعة الترابيوتيك يوزيس اللي انتم عارفينها كلكم بتاعة البنزو دايزبين شبيهة بالزبط للبربيتوريتس اللي احنا شرحناه في الجزء الاولاني ولكن الفرق يختلف زي ما قلت لك نتجة لعملية الدبريشان اللي بيعملها البنزو دايزبين عمله في كل ايه? في كل حاجة. عدم نستخدمها قطول مين? ال ايه? البنزو دايزبين. الكلام اللي انا شرحته في الاول نفس الكلام اهو بعمل نمبر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تمام. قلت لك عندي دي اي وبي وسي. رينجي اي ديت اسينشيل فوري الاكتيفتي. ماشي يا شباب? اهو. قلت لك عندك بوزيشان رقم سبعة ده. الكتر مصدر ونجو جروب تزود الاكتيفتي. طيب بعد كده عندي. قلت لك عندي. بعد كده الان ديت. الان وان ديت. ديت اوبتيمال فوري الاكتيفتي. هتعمل لها هيدورجين بوند. السيدة بالبوند او. نفس الكلام هيدورجين بوند نجي ايه? اكسيبتور. يبقى هتزود للاكتيفتي بتزود لعملية الايه? الانتر اكشن. قلت لك لو الراجل ده في يوزد يبقى النوع ده اللي قدام الرسمة العادية ديت بقول عليه كلاس اي. اللي هي مفيش فيها اي في هذا المكان. عملت هنا عملية في دولة تبقى اسمها كلاس بي. ماشي يا شباب? نفس الكلام لو حطت هنا زي الترايزولو جروب كده او الاميدازولو. اميدازولو بيبقى عندي وفيها اتنين نايتورجين فقط. ترايزولو من الاسم التراي ازاي يعني فيه عندي تلاتة نايتورجين. نفس الكلام برضو هيزود للايه? هيزود للاكتيفتي. قلت لك عندي هنا البوزيشن رقم تلاتة لو فيه سبستوشن بو اتش جروب او اتش جروب. يئما عندي او اتش جروب يئما ما عنديش او اتش جروب. لو عندي او اتش جروب الاكتيفتي هتبقى تفضل زي ما هي مفيش مشكلة. ده بان لو عندي ويزود او اتش جروب. امم? لو انا عندي او اتش جروب هنا يبقى المركب ده هيبقى بولر. لو عندي او اتش. يبقى المركب ده هيبقى بولر. يخشي لفيز تو على طول. يبقى معنا زلك ان او اكشن بتوع هيكون ايه? او اكشن دي اختصار دي ايو اكشن هيبقى بتاعه ليل. لانه ده خل على على طول. انما لو ما عندي وزود ديو او اتش. ديو وزلاش او ديت يعني وزاو اتش زي ما شرحت لك في الاول. يبقى معنا زلك ان الراجل ده نون بولر. يبقى راجل ده هياخضع لي لايه? يحصل له عملية او الاول ادخل او اتش وبعد ما ادخل او اتش ماشي يا شباب الراجل ده يرجع يحصل له عملية جلوكيورونيديشن في الفيز تو ويتحول للايه بقى ويتحول ليه بقى هايلي هايلي ووتر سيلوبول المهم هيخشي الفيزيس يبقى معنى ذلك ان الراجل ده بتاعته هتكون ايه هتكون عالية هتكون عالية ده بلايه اخر ليه من المعروفة هان الوقتي عندي سي اتش دو يبقى راجل ده البولارت بتاعته قليلة ان ما لو عندهنا القربون ديه يبقى البولارت بتاعته زادة فبا دابちら البولارت زادت زاي ما احنا عرفين ايه بقى الدوريشن او ايد هو حد ايه ايه ساعتقل انما لما البولارت بيكون ايه الدوريشن او ايه يقول والحلقة ديت زي ما قلتلك موجودة خير وبركه يعني تزاود الاكتيفلي مش موجودة لان زي ما قولت له هتعمل ديت هتعمل لي уيدروفوبك انتر اكشن ويندرفايس انتر اكشن او باي باي الساكن جزاء واشرحنا في الاول. الـ position رقم اتنين وستة دولات بقوله عليهم الـ position زي ما خدنا في الـ organic الـ automatic دي رقم واحد ده رقم واحد واثنين او واحد وستة ده بقوله عليهم الـ position ده ارسه. والـ position ده بالنسبة الـ واحد ده كأنهم برضو واحد واثنين بقول عليه ارسه. الـ 2 دولات ارسه. لما بعمل عليهم عملية على دولة بي مثلا بـ electron مسترونجو جروب بيزود لي الـ a بيزود لي الـ active. يعني لو حطيت هنا بعض الـ binzo-dais-bin حطي لقي هنا في الـ position رقم بنتين ده فيك لور او بروم. ده الراجل ده يزود لي الايه? يزود لي الـ activity. قلت لك الـ position رقم سبعة. لازم موجود عندي ايه? electron drawing group. electron drawing group. يعني احنا بنحد الكلام اللي احنا قايلينه قبل كده. نفس الكلام. لو جيت اقارن بين ده وده. اقول لحضرتك ده class A ده class B ده class A ليه? لان انا عندي هنا N H C ده بالبندق O اللي هو اللورا زيبام. ده بالراجل ده بقول عليك class B ليه? لان انا عندي هنا عملية عند هنا رينجة. هي تفيوزد مع البنزو ضايزبين اسمها ترايازول رينج. حتى اسمه ترايازولام. ترايازولام. يعني فيه عند هنا ايه? ترايازول رينج. وكل الراجل ده العيلة دي بتاعت البنزو ضايزبين ياما تنتهي بزولام. اما بتنتهي فيه الاخر بالمقطع آآ بام ضايزبام. ماشي يا شباب. لورا زيبام اللي موجودة عند في الاخر دي. تعرف على تلك النوة بنزو ضايزبين. او زولام اللي موجودة عند في الاخر دي. تعرف النوة برضو بنزو ايه? بنزو ضايزبين. اهم حاجة عند انت طرف الاصطرقشور. طرف الكلام اللي مكتوب عليه. وانا حتسم لك الاصطرقشور واسألك عليه زي الاسطلة اللي احنا جابناها في في الحضوري او في او في الراجل ده هقول لك ديها تلازمه تاية زي ما قلت لك اهو. في هنا رقم كام رقم سبعة او الاتنين دول شبيهة البعض. دي بقول عليها. هي الي موجود هنا في رقم باتنين زودت للاكتيب تاكتيبكي. لان لما الراجل ده بيعمل هيدروفو بك انتر اكشن يبقى عند هنا ده هايات اللي موجودة سواء في الرينج اي او رينج سي تحت دية عملية بتزيد. مش عايز اخش في تفاصيلها عشان ما نضيعش وقت كتير. طيب. ده بالراجل اللي عندي ده زي ما قلت لك ده والبوزيشن ده اللي قلت لك قارن بين الاتنين. هنا عندي هنا في الوزيشن رقم تلاتة ده فين هو اتش. الوزيشن ده مش هقول عليه تلاتة لان دولت يا شباب بما باجه اعمل عملية ليه الناس اللي قدام دية ايه اللي هذا ده ما بتكونش تلاتة في الشكل اللي موجود قدام ده. الراجل ده اللي بيكون فيه عطرة يزوله ده ده له نامبر نامبر مختلف. الكاربون هازي داتي اللي بتاخد رقم واحد. دي عند هنا دية رقم اتنين. النايتر جين دي رقم تلاتة. القاربون دي رقم اربعة. كاربون دي رقم خمسة. النايتر جين دي رقم خمسة. هنا رقم ستة. هنا سبعة. هنا تمانية. هنا تسعة. هنا ايه ايه شباب? هنا عشرة. يبقى مبدأ من عند هذه الكاربون هذه اخد رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. دي زي ما انتم عارفين ده واحد. يعني ديت هنا واخد رقم تلاتة. هلاقي البوزيشن هنا واخد رقم اربعة. كانت عند الكاربون ديت رقم خمسة. الكاربون ديت اصبحت رقم كم? رقم ستة. الكلورات ديت هنا كانت في البوزيشن رقم سبعة اصبحت هنا في البوزيشن رقم تمانين. مش هتفرق معي حاجة بس هو النومبرنج بس اللي ايه? اللي بيختلف او حسب الايوباك سيستم اللي ايه فيه النومبرنج بتاع الفيوزد بنزو دايزبين مع اترايزول رينج. بنبدأ من ايه? بنبدأ من هذه الكاربون زي ما قلت لك جدا. وده مهم جدا جدا. اقول لك اللي اكتب لك الاستراكشور ده. واقول لك الكولور دي موجود على الكاربون رقم كام? او اللوكيشن او بتاع الكولورايد. انزا كاربون رقم ونقاط. بس يبتك لازم تكون عارف لي الترقيم. ده هنا عادي خالص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وطبعا عند البوزيشن رقم ستة والتمانية وتسعة اللي موجودين في الشكل ده شباب الافضل للاكتفت ان هما يكونوا انسبستيوتت زي ما هما كده كاربون متصلة باتش. وهنا نفس الكلام. هبقوا سبعة وتسعة وعشرة برضو يكونوا انسبستيوتت. ان ايه? انسبستيوتت. زي ما اقولت لك اللي عندي ديت عليها اللي هتعمل لي هايدروجين cùngانجه مع مين يا شباب. مع الريسابتور. كل دول هتعمله هايدروجين cùngانجه مع الريسبتور سواء كانت الايه? النايتروجين او هزي الايه او هزي النايتروجين برضو. زي ما شرحت في الاولة هتعمل هايدروجين ايه? هايدروجين. بوقنا قلت يبقى الراجل ده يحصل لمتابوليزم بسرعة او بتوع حيكون قليل لانه انا عندي فاو اتش يبقى ده هيخشيلي على phase 1 وبعد phase 1 يخشيلي على ايه يخشيلي على phase 2 يبقى معنى ذلك ان الرجل ده هيخد له وقت اطول عشان يحصل له عملية الميتابوليزم يبقى معنى ذلك ان الـ duration of action بتاعه اعلى من مين اعلى من اللورازيبام ليه لان الرجل ده هيخشيلي phase 1 oxidation عملنا عملية hydroxylation وبعد كده يحصل له عملية ايه phase 2 ده بالراجل ده ماشي يا شباب عند او اتش جاهزة يبقى هتخشيلي على phase 2 على طول علاوة على ان الرجل ده ديت ان اتش ده بالراجل ده عند هنا كاربون ومتصلة بميسايل الميسايل جروب ديت هيحصل لها برضو عملية oxidation هتتحول الى او اتش ماشي يا شباب وبعد يعني يعني ما هيخده وقت طويل لما هيحصل له عملية ايه عملية الميتابوليزم كل الكلام ده شرحناه قبل كده زي ما قلت لك كل البنزو داسبين معظمة بتكون ليبوفيلك فبدأ من ليبوفيلك يعني معنى ذلك يبقى معنى ذلك ان الابزوربشان بتاعها من ال جي اي تي هيكون عالي يبقى معنى ولو كانت بولر يبقى اكيد هتقل هيقل الابزوربشان بتاعها زي التلاتة هيدروكس في المركب اللي فات عندي ده من شوية يبقى معنى ذلك لو عندي البولارت عالية يبقى الابزوربشان بردوها بتاعها هيقل يعني معنى ذلك ان بتاعها هي ايه برضو هيكون ايه هيكون اليه لانا هيصل له ميتابوليزم ايه ميتابوليزم بسرعة زي ما احنا عارفين بردو الراجل ده اللايبوفيليس بتاعته عالية يبقى الراجل ده هيبقى هيرتبط بالبلازما بروتين اول حاجة هيصل له ابزوربشان بتركيز عالي يصل له ابزوربشان بتركيز عالي يصل له بتركيز عالي الحاجات اللي هي القواعد العامة في كل ايه الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده ما نجي نعمل لبنزو ضياس بين بنزو ضياس بين نفس الكلام حسب دوريشن اوف اكشن هنا زي الضياس بام من تمانية لاربعتاشر اور طبعا ده ما قولك ده دوريشن يبقى معنى ذلك ان تي هافل زي ما قلت قبل كده نتجة لعملية لو ده تمانية لاربعتاشر اور يعني معنى ذلك الرجل ده ممكن بيقعد في الكسم مسلا يومين ثلاثة قلت لك ده يعني كلمة بتاقع هنا مسلا من ستة لثمان ساعات اللي هو زي البرازولام الرجل ده اللي هو قبل كده اللي هو ده بيقعد ساعة بقول عليه شورتة اكتنج زي الترازولام انا مش هسألك في المدد اللي موجودة هنا بس دي بقى انت فاهم قلت ره شورتة اكتنج حاجة لسه الاف دي ايه اه منظم الصح والاغذية الامريكية لسه اعطي لها الابروفة اللي حاجة اسمها ريمي مازولام ده بتاعه تلاتين مينت والراجل ده بيستخدم انترا فينس وراجل ده بيستخدم لسه بيستخدم مكتشف جدا بيستخدم حاجة واحدة فقط بيستخدم كجنرال اناسيتك ده راجل اللي كان هناك فيه الصايو بربديوريت او البربديوريت كان الصايو بنتال يبع عندي هنا الالترا شورتة اكتنج فيه البنزو دايازبين الرمي مازولام الراجل ده بتاعته حوالي تلاتين مينت وفي نفس الوقت برضو من المفارقات ان تي هاف بتاعته برضو تلاتين مينت تي هاف بتاعته من تلاتين مينت يعني الراجل بيطلع من الجسم بسرعة وده حاجة ايه حاجة ممتازة جدا لو بيحصل له عملية هو مجرد ان هو خرج من يعني لما قولك عند الالترا شورتة اللي هو شورتة اكتنج ترازولام بيقعد وان اور كلمة وان اور او انتر ميديد بيقعد ستة لتمانية اور او من تمانية الاربعتاشر يعني ما انا زلك نمو وجودهم الافيلابيلت بتاعتهم في البيرين بعد ما عدوا البلات بيرين باريار واشتغلوا على الجابة ايه ريسيبتور قعدوا هذه المدة يبعشان كده بقول ده لونج اكتنج ده انتر ميديد اكتنج ده شورتة اكتنج الراجل ده عبارة الترا شورتة اكتنج اللي بستخدمه كايه كجنرال اناسيتك تراجل ريمي ما زولام وده مهم جدا جدا اللي هو اللي قدامك ده يبقى ده ينتمي الى كلاس بي كلاس بي ليه لان انا عندي هنا الاسئلة ازا ما قلت لك تبقى اسئلة سهلة وبسيطة بس انت تبقى قاري وسامعنا حتى اسمعنا حتى اخر ده عند هنا قداد دي الرينج دي اقول عليها ايه بقى محدش يقول يقولي تريزولو ديت عبارة اتنين نيتروجين فقط هومن البعض واحد وتلاتة وفايف مينبر دي رينج يبقى اسمها ايميدازول رينج يبقى الرينج ديت اسمها ايميدازول اكتب عندك عشان ما اقول لك البنزو دايزبين في يوز دي ما هي تقولي معا اليميدازول رينج ايميدازول رينج هقول لك يبقى ارجع لجزء الهيتوروسايكل اللي شرحناه يبقى انا كده اتكلم في الماضي ومش هزين نتكلم في الماضي بقى لان الماضي كان كله جراح يبقى الراجل ده ادى بنزو دايزبين قلت لك حلقة البنزين باي باي ساكنج هيدروفوبيك انتر اكشن الان والان دي تعمل له هيدروجين بوندنج البرومو دي قلت لك لازم في ده لازم يكون هايلي الكترونيجاتف جروب عند هنا البرومو عند هنا الراجل ده مكان حلقة البنزين استبلتها بيه بريديا ما فيش اي مشكلة كتيرو ارماتيك كتيرو ارماتيك تزود لي برضو الايه الاكتيفتي لو على ان الان ديت ممكن برضو عليها لون برمن الالكتر ممكن تعمل له هيدروجين بوندنج الراجل ده ممكن الاليجة الاليجة بتاعه او نتيجة ان هو بيحتوى على استر فالاستر ده ممكن يتكسر بسرعة بمين يا شباب بيه كولينيستريز انظيمي اللي موجود عند في البرين فعشان كده الاليجة بتاعه كان ايه كان الاليجة ايه ديت مش هتلاقيها ببقيت مين بقيت البنزو دايزبين سواء كانت اه كلاس اي او كلاس بي فديت ممكن بيكون بيشتغل عليها الاستيريز انزيم بيكسر الاستربروب فبالتالي بيحصل له عملية الميتابوليزم ايه او دوريشن اف اكشن بتاعه بيكون ايه بيكون اليه طيب زي ما قلت عندي ادب دايزبام دايزبام اللي موجود عندي ده الراجل ده اول خالص بيتحول دوريشن اف اكشن احنا قلنا دايزبام ده عبارة عن مين عبارة عن لونج اكتنج لم يقول لك لانا معنى ذلك بيقعد في الجسم مدة طويلة يقعد في الجسم مدة طاولة إزاي ما شرعت لو قبل كده يبقى اول حاجة ان انا الميزايل غروبي اللي عندي ديها تحصل لها عملية ميزايل اتحول الى ايه اجي بعد كده يبقى ان دي ميزايل اشن ايه ابقى يعني ان دي ميزايل ايه عناه انا يتحول الى بس المين باص وي ان الان wildlife ayl بيعصل ان دي اميناشن يبقى ان دي يبقى اعمل اضير الميزايل وادخل مكانها يا هايدوش. طب ان عملت ان دي ميزايل ايش. ده بعد كانت تحولي الى نور يا زبام. كلمة نور دي في اي حاجة تعرف ان هو نزعت من المراكب او الدرج اللي كان موجود عنده قبل كده. تحول الى نور ده يا زبام. النور ده يا زبام عنده هنا مين? اهو. يبقى يبقى الراجل تحولي بعد كده المين? الى او اتش. تحولي الى الاكسا زبام. وده برضو مور اكتف. الاكتفتي برضو مزالت موجودة. واخونا الاكسا زبام بعد كده احصل له عملية بفيستو بعد كده يخرج. يعني الميتابولات اللي طلع عندي برضو لها ايه? لها اكتفتي مازالت ايه? مازالت موجودة. مازالت ايه? مازالت موجودة. يبقى ما يتحصل له ان دي ميزايل ايشن الا النور ده يا زبام اكتفتي. بعد كده اتحولي الى التلاتة هايدوروكسي دريفاتف اللي موجودة عندي. وده بيدي بكون بطيئة. ماشي يا شباب برضو بتحول لي بتكون ايه? ادان الاكسا زبام بيكون برضو ايه? ما زال برضو ايه? ما زال اكتف عشان كده بنقول لدي زبام هايلي ايه? هايلي اكتف. ولما قل لك قل لي الفرمكو فروك فيتشارس او الفرمكو فروك جروبا. معروفة من البنزو دايزبيني بحلقة البنزين هايدروفوبك انتر ايشن. الازبين لان هايدورجين بونج سيدا بالبوند او هايدورجين بونج اكسبته. الحلقة البنزين دي تهيدروفوبك انتر اكشن او كولورو الالترون وزرون جو جروف بس في البوزيشن رقم سبعة يعني الكلام سهل وبسيط مش عايز اي مشكلة خالص وزي ما قلت لك ان ما تيجي ترقم الراجل ده عايز دايزبام ده عايز تقول الايوباك نم بتاعه فبقول عندي انا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بقول هنا سبعة كولورو واحد وثلاثة داي هايدرو على اساس ان ده في الاساس دي كانت عبارة عن هايدورجين ودية كانت متصلة باي يا شباب متصلة او عندي هنا بوزيشن رقم تلاتة ده عبارة عن ايه عبارة عن هايدرو واحد بقول عليه واحد وثلاثة دي ساتوريتي ده ايه يبقى عندي هنا اتش وعند هنا اتش عشان كده بقول واحد وثلاثة داي هايدرو واحد ميسايل الميسايل هي موجودة في البوزيشن رقم واحد واحد ميسايل الفنال دي موجودة في البوزيشن رقم كام رقم خمسة بقول خمسة في نايل اتنين اتش ده عند الاتنين اتش. الاتنين اتش ده ده اللي فيه هي كانت في الاساس العادية الكاربون ديها كانت منتصلة بهايدو كانت ساتيوريت فانا بردها لاصلها واحد واربعة بنزو دايزيبين مشان قلت عند دي اتنين تلاتة اربعة يبقى واحد واربعة بنزو دايزيبين. لو سيادتك ما كتبتش لي ده مش مشكلة. عشان بس ما ايه? ما نضيعش وقت باع طاعد menus او نفاهم needed. مرة تانية. إيبه ده ما فيش فيوه اي 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 مشكلة اه? شيل واحد للتلاتة دايهايتر وشيل الاتنين. ما فيش مشكلة لو حتاض لك. ماشي يا شباب? لازم لك تقول لي واحد واربعة بنزو دايزيبين. ما تولش ليه ما تقولش ليه بنزو دايزيبين ما المن... كلمة واحد اربعة ديه كبري بتقول لي ان الوزوشن رقم واحد فيه نايترجين والوجوشن رقم اربعة فيه نايترجين. العشان كentto głos واربعة بنزو ضيا زبين. وفي الاخر بنسب الى اتنين اون. اون يعني كيتود. مش قول ده واحد اتنين. وزيش الرقم اتنين فيه. اتنين اون. بعد كده اللورة زبام. اللورة زبام. نفس الكلام. ده بالراجل ده لما اجي اقول لك الميتابوليزم بتاعه هتقول لي سريع ليه? لان انا امدخل عندي او او اتش جهز. الراجل قبل كده اللي هو ضيا زبام كانت ديت ميصايل وعملت ديت ميصايل لاش. لا ده ديت اتش جهزة برضو. ما فيش على طول هتخشيلي فين? اللي هو اللورة زبام ده هتخشيلي على طول على فيست وفيست ويحصل له عملية ونتخلص منه والبقاءة لله. ماشي يا شباب? يبقى زي ما قلت لك كده. قلت لك زي ما قلت لك ديت او اللي موجودة عنده في رقم سبعة ضرورية عشان ارى جلدة بيحصل له بيزود لي بتاع حلقة البنزين مع مين? او بتاعها مع مين يا شباب? مع الرسبتور. يبقى لعملات الفيتنج او اللي بيكون ايه? بيكون قوة. عشان كده قلت لك فايدة مين? فايدة ان يكون عندي في رقم سبعة ده. اللي هو مين يا شباب? اللي هو الايه? الالكترون وزرونج وغروب زي الهالوجيند. او مور الالكترونجا تفقاتهم زي الراجل اللي عندي اللورة زبام. نفس الكلام لو جيت اعمل نمبر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ما تجي التسمية بيعندي هنا ايه? سبعة كلورو. خمسة موجود فيها ايه? اتنين قلت لك في موجود في الوبوسيشن رقم اتنين هنا اورسوا. او هنا دا يزود لي الاكتيفتي. اهو سبعة كلورو. خمسة البوزيشن رقم ده قلت ده خمسة. دي كام هنا اتنين كيلورو. اتنين كيلورو في نايل. يعني افتح كده كاني بسمي ديل واحدة. اتنين كيلورو في نايل. بعد كده اقول تلاتة اهو واحد 1-2-3-3-4 Prime اثنين تلاتة اربعة ايبال اتنين نايتورجن واحد واربعة زي اللي فات بالزبط في الضيزبام واحد واربعة بنزو ضيازبين اتنين اون زي اللي فات بالزبط زي اللي فات بالزبط قلت لك عمالية اللي هي الهايدرودية اللي بنضيفها سيبك منها خالص عشان ما نضيعش وقت وضيع فيها وقت واشرحها لك تاخد وقت كتير اللورة الزيزبام ديوقت بيشتغل زي ما قلت لك كده برضو نتيجة للصاب يونت اللي موجودة عندي في الجابة ايه ريسبتور فبيشتغل ايه 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 في عند في عند في بعض الحاجات فانا عايز اعمل عملية طبعا لازم اللي هيقصر في الموضوع ده لازم يكون عندي انهيبيتوري نيورو ترانسيميتر اللي هو الجاما امينوبيوتريك اسد بيشتغل على الجابة ايه ريسبتور فده طبعا اكيد هشتغلي على صاب يونت من الخمسة اللي هم موجودين عندي ويشتغلي على صاب طيب يعني الف اي مسلا يشتغل على الفا وان اي او 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 بيتا وان ايه حسب اللي زي ما قلت لها كده صاب طيب موجود بحيث كل واحد بيكون لحاجة ايه لحاجة معينة الراجل ده موجودة في عندي او اتش جاهزة هي وما فيش عندي هنا ميسيل ولا يحزنوني بقى ده حتخشيلي على فيستو ميكانيزم استو ميتابوليزم على طول عشان كده بتاع هزا الفتا اللي هو اللورة زبام الراجل ده يا شباب كام بيحبكون من حوالي من كام حوالي ساعتين دي ست ايه ساعات دي عنا برضو اقبر شورت ايه شورت هاف لايف اللي هو اللورة زبام الفيوز دي بنزو دايزدبين زي ما قلت لك اللي هي كلاس بي ادا فيوز دي هو تقديم عارين جادي ترايزولو موجودة عندي او زي مين يا شباب زي ترايزولام اللي شرحنا فيه قبل كده وزي الايه الالبرازولام الالبرازولام والتسمية نفسي التسمية دي هتلاقي زي الرولز اللي احنا ماشيين عليها بالزبط الناس زي قلت لك حد هنا ديت الكاربون ديت رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يقول لواحد كانوا واحد اتزحزح عن مكانه في اللي هو البنزو دايزدبين العادي اتزحزح واحد اكان هناك في العادي ديت سبعة ديت هنا بقى تمانية ديت هناك كانت البوزيشن ده كان رقم تلاتة هنا بقى البوزيشن ده بقى رقم كام يا شباب بقى رقم اربعة كان هناك البوزيشن ده رقم خمسة ان ده اصبح البوزيشن رقم كام يا شباب رقم ستة طيب انا عافية عندي اترايزولا من الاسم كده اترايزو يعني عندي اترايزول رنجة هادي اترايزول هي صايف من برد رنج بتاعته على تلاتة نايتور شنج بقى تلاتة بقول عليه اترايزولو دب هنا واحد واثنين واربعة اترايزول دي يعني ايه مش هسألكم فيها لان احنا لو عدنا هنفصر فيها بقى ان شاء الله هناخد لنا ساعة فان ايه عشان لها تفاصيل معينة كده فمش ايه الوقت مش هيسمحها العملية هتطول قوي يبا احنا نعرف الترازولام شكل عام ازاي والبرازولام وتعرف ان ده عبارة عن فيوزد بنزو ضيازيبين فيوزد بنزو ايه شباب ضيازيبين ده بالترازولام زي مقلت لك قبل كده الراجل ده الترازولام حتيجي تبص للراجل ده ادعانتي الميتابوليزم بتاعه هتتحولي الى سي اتش تو او اتش طيب ده بعد كده حيخلص على كده لأ ده بالسيتو جروم اللي احنا اخدناها في فيز وان يبقى ده يحصل له عملية ميتابوليزم فاصل ميتابوليزم ده بديجي بعد كده عندنا البوزيشن ده يحصل له عملية هيدروكسيليشن وبعد كده يحصل له عملية بحيس المركب اللي عندي يكون هايلي بولر اقول لك ايه هي الفرماكو فاتشارز من كلمة بنزو ضيازيبين يبقى حلقة بنزين ديت باي باي ساكنج هيدروفوبك انتر اكشن الديازيبين رينج اللي موجود عليها السيفن مينبرد رينج الان ديت تعمل له هيدورجين بوندنج السي دابل بوند ان ديت زي السي دابل بوند وبرده تعمل له هيدورجين بوندنج الان دي علاها لون بير من الالكترون حلقة البنزين ديت تعمل لي كيسترا بايندنج انتر اكشن هيدروفوبك انتر اكشن ماشي يا شباب كل الحاجات ده حاجات سهلة وبسيطة ما فيش فيها اي ايه? اي مشكلة خالص. في عندي اخر حاجة النون بنزو دايازيبين. كل الحاجات دي اكيد خدتوها فيه الفرماكولوجي الالضهايد والوبيبريدين والكينازولين والحاجات دو كلها زي الامسلة اللي انا اعطالك دو كلها. اهم حاجة عندي في دولة اللي هما النون بنزو دايازيبين هيبنوديك اللي هما بقول عليهم الزد درج. زد درج قال له عليهم زد ليه? لانهما كلهم بيبدأوا بالحرف ايه? بالحرف زد. ماشي يا شباب? زي الناس اللي موجودين قدامي دولة. اللي هو عندي. في عندي وفي عندي وفي عندي. دولة كلهم عشان كده بقول عليهم بيبدأوا بحرف الزد بقول عليهم الزد ايه? يبقى دولة بقول عليهم لانهما ليسوا بنزو دايازيبين فهم كده لهم شكل مع بعض كده كانوا كميكا المختلفة لما جمعناهم مع بعض وقلنا قلنا لهم عنهم اللي اسمهم الزد ايه? الزد درج. ماشي يا شباب? نفس الكلام اللي قلناه على البنزو دايازيبين ينطبك عليهم بالزبط. اهم حاجة عندي الراجل ده. عبارة عندي. عبارة عن. الرنج الخماسية ديت عبارة عن بقول عليها. اللي فيها الاثنين نايتوشن واحد وتلاتة البعض يبقى اسمها ايميدازو. ده بالرنج الاخرانية السوداسية ديت كده دي رنج الوحيد ده موجودة الفيوجن سايت اللي بين وبين بعض. دي تسمها بيردين عشان كده اسمه ايميدازو بيردين رنج. يبقى قولك الهيضوز ايميدازو 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 بيردين. طيب ما عارفين البيردين? اللي هو البيردين العادي هو حلقة بنزين والسابدلت كربوناب نايتوشن. الراجل اللي عند ده ده كده الواحده ده عبارة عن ايه؟ بيريزول رنج بس الاتنين لبعض واحد واتنين يبقى اسمه بايرازول واحد وثلاثة زي ده اسمه ايميدازول يبقى ده اسمه ايه بايرازولو بايريمدين اهو بايريمدين زي ما قلت عندي في البرباتيوريك اسد عندي موجودة عندي والاتنين لبعض واحد وثلاثة يبقى اسمه بايرازولو بايريمدين لوزل بلون الزوبكلون نفس الراجل ده ما قول عليه حاجة اسمها عبارة عن بايرولين او سايكلوبايرولين اهه ده بايرولين دي اتجاه من البيرول. دي بقول عليها بيرول. بقول عليها سايكلو بيرول. العيلة اللي بينتمي ايه? العيلة اللي بينتمي اليها? اول راجل ده طبعا بيكون بقول عليه بيوجد في وطبعا ده موجود في نتيجة ان ده اللي عليه القلم ده ده بقول عليه ده عبارة عن كايرا الكاربون كاربون متصل باربع زرات مختلفة عشان كده ظهر عندي موضوع الار والاس والاس ايزمار هو اللي مور ايه? هو اللي مور اكتف. ماشي يا شباب دي كده كانت نهاية محاضرة اللي هي السيراتف والهيبنوتك والانيكزيوليتك ان شاء الله معنا محاضرة اخيرة. هتبقى عبارة عن الانتو كونفالسنت درج ناخد الحاجات اللي هي موجودة في السوق فقط. وتبقى وي المصر سنتر المصر ريلاكسنت. وحنكتفي ايه? ونكتفي بهذا. ربنا معكم ان شاء الله وربنا وفاكم جميعا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اشتركوا في القناة